مرحبا بكم أعزائي مع درس جديد من دروس الكيمياء النووية في مقرر الكيمياء 5 كيم 318 ودرس اليوم هو التحلل الإشعاعي تحتوي النواة على البروتونات والنيوترونات هذه المكونات تسمى بالنيوكليونات السؤال كيف تبقى النيوكليونات مع بعضها البعض على الرغم من وجود البروتونات البروتونات شحنتها موجبة ويجب أن تتنافر فكيف تبقى هذه النيوكليونات مكونات النواة مع بعضها البعض مجتمعة الجواب كما هو واضح أمامكم أعزائي بسبب القوى النووية السؤال الذي يتبادر إلى أذهانكم ما هي القوى النووية القوى النووية هي قوى تجاذب توجد في النواة تجاذب بين مكونات النواة القريبة من بعضها البعض إذن القوى النووية دائما هي قوى تجاذب داخل النواة توجد مجموعة من القوى قوى تنافر وقوى تجاذب قوى التنافر تنشأ عن البروتون البروتون شحنته موجبة البروتون شحنته موجبة والبروتون الآخر شحنته موجبة أيضا لأن البروتون موجب والبروتون الآخر أيضا موجب سيحدث بينهما تنافر وهو ما يعبر بالأسهم باللون البنفسجي ولكن في نفس الوقت لأنها في داخل النوى يوجد بينها قوى نووية أي قوى تجاذب النيوترون والنيوترون الآخر توجد بينهما قوى تجاذب فقط لأن النيوترون لا يحمل شحنه بين النيوترون والبروتون توجد قوى تجاذب لماذا؟ لأن البروتون موجب والنيوترون لا يحمل شحنه ولذلك نلاحظ أن القوى النووية قوى التجاذب دائما تتفوق على قوى التنافر إذن القوى النووية تتغلب على قوى التنافر الكهربائية لكن وجود النيوترونات يضفي قوى التجاذب أكبر ويعطي النووى استقرار أكبر لماذا؟ لأن النيوترونات لا تبدي أي قوى تنافر لأنها لا تحمل شحنه أعزائي الآن ننتقل إلى الفكرة الأساسية في استقرار النووى قام العلماء بتحديد أماكن النظائر المستقرة بمعرفة عدد النيوترونات وفي مقابل عدد البروتونات وضعوا نقاط تمثل الأنوية المستقرة لمختلف النظائر لكل العناصر المعروفة تلاحظون أعزائي هذه النقاط؟ هذه النقاط تسمى بحزمة الثبات إذن حزمة الثبات هي هذه النقاط وهذه النقاط تمثل النظائر كما ذكرت منذ قليل التي تكون في حالة استقرار أي نقطة نبعها على الرسم ليست من ضمن هذه النقاط تكون النوى غير مستقرة لحصر هذه المنطقة فقط وضعت هذه الخطوط ولكن هذه الخطوط ليست كل ما بينها مستقر المستقر فقط هذه النقاط هذه النقاط الموضحة بي اللون الأسود هذه المنطقة هي منطقة أو حزمة الثبات وقد حصرها العلماء أنها تتراوح من إن على بي تساوي واحد إلى إن على بي تساوي واحد ونص إذن هي موجودة في هذه المنطقة ولكنها فعلا هذه النقاط العناصر التي تقع أعلى حزمة الثبات تكون فيها نسبة إن على بي عالية إن على بي تكون عالية إن على بي يعني حاصل قسمة عدد النيوترونات على عدد البروتونات سيكون رقم أكبر من النظائر المستقرة في حزمة الثبات وحتى تستقر هذه النظائر الغير مستقرة يجب أن نقلل من عدد النيوترونات وفي نفس الوقت سنرفع عدد البروتونات فماذا سيحدث؟ يتحلل النيوترون إلى بروتون ويتم إشعاع الإلكترون هذا الإلكترون ذكرناه في الدرس الأول في الكيمياء النووية الإلكترون يمثل أشعة بيتا إذن النظائر غير المستقرة التي تكون أعلى حزمة الثبات لكي تستقر يجب أن تقلل عدد النيوترونات فتشع أشعة بيتا العناصر التي تقع أقل من حزمة الثبات تكون فيها نسبة النيوترونات أقل مما هو مطلوب في النظائر المستقرة فماذا تقوم النواة لتصل بشكل تلقاء الاستقرار تقوم بإشعاع الإلكترونات أيضا ولكن هذه المرة إلكترونات موجبة كيف تنتج من تحلل البروتون إلى النيوترون وبالتالي ارتفعت نسبة النيوترونات وفي نفس الوقت حدث إشعاع لهذه الإلكترونات الموجبة وهي عبارة عن أشعة بيتا ولكن بإشارة موجبة تسمى هذه الجسيمات البوزيترون وتكتب في بعض المراجع بيتا هنا البيتا تكتب سالبة وهنا تكتب بيتا ولكن لاحظوا معي فقط الاختلاف في الإشارة تسمى بيتا الموجبة الآن سنعرض شريحة فيها بالتفصيل ماذا يحدث للنظائر غير المسقرة كملخص لما ذكرته الآن الأنوية الثقيلة قبل أن ننتقل الأنوية الثقيلة ما هي الأنوية الثقيلة؟ التي عددها الذري فوق الاثنين وثمانين إذن من الثلاثة وثمانين فما فوق من لنفترض أن هنا العدد الثنين وثمانين من بعد الثنين وثمانين هذه نظائر ثقيلة تشعج جسيمات ألفة لماذا جسيمات ألفة؟ هذه للنظائر الثقيلة لماذا تشعج جسيمات ألفة؟ لأنها ثقيلة يجب أن تقلل عدد النيوترونات وعدد البروتونات حتى تكون في حزمة الثبات أو على الأقل قريبة منها أي تصبح أكثر استقرار الآن نستعرض ما ذكرنا هذه الصورة موجودة في الكتاب تلخص ما ذكرنا وهنا التعريف حزمة الثبات منطقة على الرسم البياني تقع فيها جميع الأنوية الثرات المستقرة وهي هذه النقاط فقط النقاط هي حزمة الثبات الذرات الواقعة داخل حزمة الثبات مستقرة أي هذه النقاط مستقرة ما يقع أعلاها أو أدناها يكون مشع يشع بصورة القائية وذكرنا في الدرس الأول أن أشعة ألفة وأشعة بيتة ويرافقها أيضا أشعة جامة تصدر من هذه الأنوية لتصل لحالة الاستقرار إذن هذا هو ما ذكرنا منذ قليل ملخص في هذه الشريحة الآن لنأخذ تطبيقا على ما ذكرنا ولكن نستعرض بعض خواص النظائر النظائر غير مستقرة تتعرض للإشعاع وتتحول إلى ذرات مستقرة بعض هذه النظائر فترة تحللها قصيرة ولكن البعض الآخر قد يصل فترة تحللها إلى ملايين السنين بعض النظائر يتكون بشكل متواصل في طبقات الجو العليا ومثال ذلك الكربون أثمعش بعض النظائر يتكون من خلال عملية الاندماج النووي وهي تحدث للأنوية الخفيفة ويمكن تصنيع بعض هذه النظائر في المختبر إذن كما ذكرنا أساس معرفة استقرار نواة أولى هي نسبة الـ N عدد النيوترونات إلى عدد البروتونات الآن لنبدأ التطبيق سؤال لديك مجموعة من النظائر سنحدد ما إذا كانت مستقرة أو غير مستقرة وإذا كانت غير مستقرة ما هو الإشعاء الذي ستطلقه النواة حتى تصل إلى حالة الاستقرار المثال الأول الكربون الكربون له عدة نظائر من ضمنها الكربون 6-14 هل هذا النظير مستقر أو لا؟ بعمليات حسابية عدد النيوترونات 14-6 8 عدد البروتونات هو نفسه العدد الذري 8 على 6 سيكون الجواب لو استخدمتم الآلة الحاسبة 1.33 هذه النسبة لأول 20 عنصر تعتبر كبيرة أول 20 عنصر النسبة الطبيعية للإستقرار هي 1 إلى 1 أي نسبة النيوترونات إلى البروتونات 1 إلى 1 أو باختصار 1 إذن هذه النسبة كبيرة تذكر عزيز الطالب أول 20 عنصر يجب أن يكون حاصل قسمة الإن على بيت ساو 1 حتى نقول بأنها مستقرة أو لا لو رجعنا قليلاً لاحظوا أعزائي أول 20 عنصر النقاط كلها تقع على الخط واحد ثم تبدأ في الارتفاع إلى أن تصل لواحد ونص للتغلب على قوة التنافر بين البروتونات الآن سنأخذ نعود إلى التطبيق ولكن رأينا أنه من المهم أن نريكم هذه المعلومة الآن هذا نظير غير مستقر كيف سيصبح مستقر سيصبح مستقر عن طريق إشعاع جسيمات بيتة هذه عبارة عن جسيمات بيتة اي أو تكتب أيضاً بهذا الشكل لماذا أشعت بيتة أعزائي أشعت بيتة لأن النسبة أكبر من واحد لو كانت النسبة أقل من واحد لأول 20 عنصر لكان إشعاع بيتة الموجبة أو ما يسمى بالبوزيترون إذن لماذا هذا الإشعاع بالذات؟ لأن النسبة أكبر مما هو مطلوب في حزمة الثبات أو في النظائر المستقرة أعزائي لاحظوا أن لو جمعنا صفر مع 14 سيكون الجواب 14 7 ناقص 1 الجواب سيكون 6 يعني حتى نكتب معادلة موزونة يجب أن يكون مجموع الأعداد الكتلية في الطرفين متساوي ومجموع الأعداد الذرية في الطرفين متساوي وهذه أعداد بسيطة 7 ناقص 1 يساوي 6 14 زائد صفر يساوي 14 إذن هذه معادلة تمثل التحلل الإشعاعي لمن؟ للكربون الآن لاحظوا أعزائي عندما تحلل الكربون إلى النيتروجين أصبحت النسبة إن على بي تساوي 1 أي وصل إلى حالة الاستقرار مثال آخر الماغنيسيوم الماغنيسيوم الذي اخترناه أحد النظائر الماغنيسيوم 12 24 كم نسبة الإن على بي؟ نسبتها 1 وهو من أول 20 عنصر إذن هذا النظير سيكون نظير شنو؟ سيكون نظير مستقر لماذا؟ لأنه من العناصر العشرين 12 لم نتجاوز العشرين إذن يجب أن تكون نسبة واحد أو حكمنا عليه بأنه غير مستقر إذا كانت النسبة لأول عشرين عنصر إن على بي أكبر أو أصغر من واحد نحكم عليه بأنه غير مستقر لاحظوا عزائي كتبنا بأنه نظير مستقر ولم نكتب معادلة لأنه لن يتحلل من الذي يتحلل؟ النظائر غير المستقرة آخر مثالين المثال الأول البولونيو نسبة الإن على بي واحد ونص إلى واحد ولاحظوا عزائي إن العدد الذري 84 أي أنه من العناصر الثقيلة وذكرنا أن العناصر الثقيلة التي بعد 82 كلها غير مستقرة ماذا تشع؟ تشع؟ نعم الذي قال بأنها جسيمات ألفة يعني أنه متابع جيد فعلا سيكون الإشعاع جسيمات ألفة هذه جسيمات ألفة إما تكتب بهذا الشكل أو تكتب بهذا الشكل في المعادلات لاحظوا عزائي من جديد وأنتم في المستوى الثالث هذه أرقام بسيطة جمع بسيط أربعة زائد 210 214 2 زائد 82 84 يجب أن يكون مجموع العدد الكتلي في الطرفين متساوي والعدد الذري أيضا الآن لاحظوا بعد أن خسر البولونيوم جسيم ألفة لاحظوا أن النسبة زادت ارتفعت إذن من 1.54 أصبح 1.56 لماذا؟ نحن بحاجة إلى رفع هذه النسبة زيادة عدد النيوترونات زيادة عدد النيوترونات زيادة النسبة ستجعل القوى النووية أكبر وبالتالي سيكون هذا النظير مستقر إذن النسبة زادت وبالتالي سيكون الاستقرار أكبر المثال الأخير الكبريت الكبريت نسبة الـ N على P في هذا النظير عبارة عن 0.93 إلى 1 وهو من أول 20 عنصر وهو من أول 20 عنصر 16 ولذلك هذه النسبة تعتبر أقل مما هو مطلوب ليكون مستقرا أقل من حزمة الثبات فما هو الحل ليصبح مستقر إذن هذا النظير غير مستقر ما هي المعادلة التي تمثل تحلله؟ هذه هي المعادلة الكبريت تحلل بإشعاع البوزيترون الذي ذكرنا أن اسمه الآخر بيتا الموجبة جسيمات بيتا الموجبة وتحول إلى الفوسفور ماذا حدث للنسبة؟ ارتفعت إذن كانت 0.93 إلى 1 وأصبحت 1.06 إلى 1 رفعنا النسبة رفعنا هذه النسبة وبالتالي سيكون القص من ارتفاع النسبة أن يكون حاصل قسمة النيوترونات على البروتونات يزداد وزيادة عدد النيوترونات يعطي النظائر استقرار أكبر لأن القوى النووية ستزداد والقوى النووية هي قوى تجاذب بعكس قوى التنافر الكهربائي نكون بهذا المثال قد وصلنا إلى نهاية الدرس أشكركم على حسن أصغائكم وإلى لقاء جديد بإذن الله ترجمة نانسي قنقر